نتابع في مشهد مبهج يشبه ليلة عيد الميلاد صلى قداسة الباب المعظم الأنباط ودروس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقوسية صلوات لقان وقداس عيد الظهور الإلهي المعروف بعيد الغطاص المجيد بالكاتدرائية المرقوسية بالإسكندرية وقدم قداسته شرحا وافيا للمعاني الروحية الكامنة في هذا العيد العيد النهاردة يعني بيبقى جميل في وجود أداسة البابا في إسكندرية ودي عادة من القديم أن بابا إسكندرية يجي عيد الغطاص العيد عيد كبير يسمونه كده باللغات عيد الكشف يعني الله يكشف عن نفسه من خلال هذا العيد ويسميه ظهور الإله ويعني قداست البابا هو بابا الأسكندرية ولذلك لما تنقلت العاصمة بقيت في القهرباء يصلي في القهرباء عيد الميلاد ويتعود أن هو يصلي غطل الغطاص عشان المسؤولين يجوا يعيدوا عليه ويفرح شعب إسكندرية كله زي معايد في القهرباء يعادل أن هي أبرشيت والقهرباء إسكندرية فهذه حاجة جميلة نحن كلنا بنفرح بها أن أبونا وبطرقنا بيصلي معنا وناخد بركته في مثل هذا العيد السيد الكبير عيد الغطاص بالنسبة لنا حاجة جميلة وغالبا كنا بنقضيها في البيت بنشوف الأداس في التلفزيون ولكن السنة هذه حابة أن أرى كدسة البابا واحدة المعينة أنا أول مرة أنزل المرؤوسية واحدة القدسة مع كدسة البابا وتحتفل الكنيسة بعيد الغطاص المجيد لما فيه من أحداث هامة وإعلانات إلهية ولعل أول كل هذا ظهور الله المثلث الأقانيم وقت عماد السيد المسيح أما القدس نفسه فهو مشهد اعتاد عليه أهل الإسكندرية وينتظرونه كل عام حيث يصلي رأس الكنيسة قدس عيد الغطاص المجيد بالكاتدرائية المرقوسية بمحطة الرمل مناسبة ومفرحة زي الميلاد لأنه أولا الفترة الزمنية بينهم فترة أولئلة خالص بتخللهم عيد الختان وفترة بتكون فترة كلها أفراح سواء من الميلاد لحتى عيد الختان من الختان لحد الغطاص يعني الثلاث عيات ثلاث أفراح ففترة جميلة أو بالنسبة لنا كمسيحيين أكيد أنا فرحانة جدا لأن جاي الكنيسة هنا كمسيدنا هنا فأقول تاجي وكده أنا وماما وبابا وصحابي وكده عشان نحضر وكده عادي الغطاص بقضي في البيت مع أولادي أول حاجة بنعملها بنعمل الأولئاس ونأكل أصاب طبعا ده أهم شيء سنين بحب أجي الكنيسة هنا عشان بحضر البابا بحب يعني الاجتماع مع سيدنا يعني في الهاجة دي بس بس هو كده وصبح بناخد الأولاد بيرحوا الكنيسة بمدرس الأحد بيجي فيه بيعمل لهم حفلة وكده وشارك في صلوات اللقان والقداس الأباء الأصاقفة المشرفون على القطعات الرعاوية بالإسكندرية ووكيل البطرياركية والأباء كهنة الكنيسة والألاف من الشعب القبطي حيث ينتظر بعضهم هذا الاحتفال بفروغ صبر هذا هو ابن الحبيب الذي به سوريرت عيد الظهور الإلهي هو أحد أهم وأكبر أعياد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم ترأس قداسة البابا المعظم الأنبطة والروس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة الماركوسية عيد الغطارس من الكنيسة الماركوسية بالإسكندرية وهي العادة التي يدهم قداسته عليها سنويا منذ تولي قيادة الكنيسة الأرثوذكسية وهي الكنيسة أيضا التي تحمل رفات 47 بطرياركا من بابواط الكنيسة القبطية منذ تأسيسها على يد القديس ماري ماركوس الإنجلي من الكنيسة الماركوسية بالإسكندرية فريد إدوار سي تيفي ترجمة نانسي قنقر